أول يوم دخلت فيه غرفة ملابس مع اللعبين اللعبة كبيرة كان إحساسك إيه وإيه اللي أنت فكرت فيه وإيه المعاملة كانت معاهم إزاي وهم عاملوك إزاي إنت زي ما قلت أنا وأنا في الأجبال فرقة الثمانتاشر بتاعتنا كانت فرقة كويسة كان لنا جمهور كان فيه جمهور كل ماتش الملعب بتاعتتش معداد لعودك أنك تلعب في الأول بالزبط فطبعا أنا طالع أنا خايف يعني نجوم كبيرة وبرضو ما يعرفونيش لسه وأنا ما تعملوش معايا وأنا ما عرفهمش وخايف أن أنا في حتة التعامل مش عايزة على الحد عايزة تصرف كويس عايزة بقى شكل كويس فالحمد لله أنتو احتوتونا برضو الناس كبيرة بالزات نص الملعب كانت صفحة طعب حليم الله يرحمه حاجة شخصية جميلة ويمكن بلعب في مكانه ولكن أول واحد كان بيكلمني هو كانت المحسن صالح بصراحة الاتنين ليهم فضل كبير جدا في التوجيهات وفي الكلام وحتى في الأتنصفير بتاع الفرقة زي تعود عليه زي تعامل زي أسمع كلام المدرب ماليسي ما تنادي الأهل يا خيار آه والله كل جيل بيعلم جيل أوه ما هي دي سنة الحياة بالزبط بس إحنا عندنا تربينا في النادي الأهل هو الكلام دي بقوله الأستاذة المشاهدين إن إحنا تربينا في النادي الأهل على كده ما فيش تكالب أنا بلعب النهاردة بكرة مش موجود بسلم الراية للي بعدي واللي بعده بنسلم لبعده هو ده النادي الأهل عشان كده النادي الأهلي بيكسر وبقى نادي القرن ليه وبقى النادي اللي بنسميوها بقى في الحتة دي الأهلي فوق الجميع فوق مصطفى عبدو فوق الخطيب فوق كل الناس كلها مصلحة النادي الأهلي هي الأول وعديكم بتسمعوا من النجوم أول مرة يسمعوا منهم الكلام ده طبعا يا كابتون يعني دي حقيقة طيب لما كابتون جوار قالك هتتمرن مع الفريق الأهلي هاي انت روحت ازاي ونمت ازاي قبليها بيوم ما نمتش أول يوم مش عارفة نات والله من التفكير بقى طب أنا حلعب ده أنا حبقى نجم ده أنا ممكن أبقى نجم وممكن نالعب ممكن ناس تعرفني ممكن تبطل وممكن أبطل آه فطبعا الواحد بقى يدعي بقى ربنا سبحانه وتعالى ان يقدر يخش في المسيرة دي ويكمل في وسط النجوم وفي وسط انت كنتوا فرقة جنب أصلا قوي يعني انتوا كنتوا جيل بسم الله ما شاء الله طالع أولا جيل صغير وطالع كله مع بعض وفرقة كاملة ومدرب كمان ومدرب طبعا مستر هيديكوتي كان طيب وانت جاء على النادي الأهل ركبتي ايه ركبتي ايه أول لا أول ما جيت النادي الأهل أول تبرين للفريق الأول جمال الجن دي الله يرحمه كان عنده عربية آه الله يرحمه كان بعدي عليها خدني نروح مع بعض ونرجع مع بعض آه جمال آه طبعا عشان كنت بديله سروهات وبخليه جيب جوان فكان لازم يعدي أعني آه مش بهمة زيبا لا يعني انتوا كنتوني لو مش هتعداليا مش هديك سروهات مفيش آه ولا بلعب نحت شمال على طول يا بخلك يا أخي يا بخلك يا أخي نحت شمال على طول